بغته وهو على كرسي الحلاقة وسدد له طعنات عدة والسبب خلاف حول كيس قمامة جريمة انتقام صادمة تشغل الشارع المصري الذي يطالب بالقصاص إليكم القصة مازن شاب من مدينة الإسكندرية عمره عشرون عاما طالب في كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية قتل طعنا بسلاح أبيض داخل محل حلاقة على يد أربعيني يدعى روبي انتقام منه بسبب والدته مع سبق الإصرار والترصد تعود تفاصيل الواقعة لمشادة حدفت بين الجاني ووالدتي مازن بسبب كيس قمامة لكن المجني عليه لم يتحمل إهانة والدته وتدخل للدفاع عنها فتطور الأمر بين الجاني والمجني عليها إلى شجار حتى تدخل أهالي المنطقة للفصل بينهما وإنهائه بالصلح في يوم يقوع الجريمة بعد أن تأكد الجاني من ذهاب مازن وشقيقه الصغير إلى صالون الحلاقة هاجم القاتل الضحية أثناء جلوسه على كرسي الحلاق وأخذ يوجه إليه طعنات قاتلة في رأسه وفي أحشائه وحينما تدخل شقيقه الصغير صاحب الاثنتي عشر عاما للدفاع عنه وجه له الجاني طعنات أسفرت عن تعرضه لإصابات خطيرة وفور وصول مازن إلى المستشفى لفض أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته البالغة كما تمكنت الشرطة من جهتها من ألقاء القبض على المتهم وشيع المئات من أهالي مدينة الإسكندرية جثمان الشاب مازن إلى مثواه الأخير ودشن عدد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي واسما بعنوان حق مازن لازم يرجع للمطالبة بالقصاص العادل من القاتل في هذه الجريمة الشرعاء اشتركوا في القناة